أما التوسل يا أحباب بالأولياء وهذا السؤال الخامس عشر فهذا أيضا جائز ولا يحرم بدليل أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى بلال بن الحارث المزني الذي ذكرناه في الدرس السابق رأى النبي في المنام وقال له إيتي عمر روح عن سيدنا عمر يعني وأطلب منه أن يجهد يعمل جاهدا يجتهد في أمر الأمة سيدنا عمر ما أنكر عليه قلنا لبلال بن الحارث المزني هوني شو عمل سيدنا عمر يا أحباب دعا الناس لصلاة الاستسقاء بيقولولك لو كان جائزا التوسل ما كان قرب له العباس هو يوقف إمام ما كان توسل بالعباس كان توسل بالرسول أولا يا أحباب القاعدة اللي بيقولوها العلماء أنه ترك الشيء لا يدل على أنه حرام يعني النبي عليه الصلاة والسلام بحياته ترك أمور كتير عليه الصلاة والسلام ولا يعني أنه حرمها صلى الله عليه وسلم فترك الشيء لا يدل على تحريمه وهيدي كتب الأصول بذكروها كالحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره ذكر ذلك حتى من علماء الأصول كابن دقيق العيد وغيره بيقولوا يا أحباب تركوا النبي لشيء لا يعني أنه حرام النبي ترك أشياء كتيري لم يفعلها صلى الله عليه وسلم فلا يعني أنها حرام في قصة مثلا صار أنه سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد دخل على بيت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب هذا الضب نوع من الحيوانات يؤكل ولكن العرب مكل يهوى هذا الطعام يعني في أنواع من العرب سبحان الله منهم من يستسيغ هذا ومنهم من لا يأكله لكن النبي ما حرام شوفوا شو صار فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وجايبينه للرسول حتى يأكلوا يعني فألوله هو ضب يا رسول الله يعني مد إيده لا يشوف شو هو قالوله هذا ضب أمر النبي رفع يده عليه الصلاة والسلام سيدنا خالد عم بيشوف شو قال له أحرام هو يا رسول الله يعني رفعت إيدك لأنه حرام فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي لأنه هذا بعيش بنواحي أخرى قال فأجدني أعافه لأنه أمثال النبي لا يأكل نوع العرب يعني اللي مثل الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا فقال خالد صلى الله على رسول الله فقال خالد رضي الله عنه فأكلته ورسول الله ينظر هذا رواه النسائي ورواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي ترك الرسول شيئا مع أنه حلال فإذن قد يترك عمر كمان شيئا وهو حلال ترك التوسل بالرسول مش لأنه شرك أنه مات الرسول حرام إنما عم يعلمنا كيف نحترم الكبار وعم يعلمنا كيف كان الرسول يحترم العباس عمه إنه كما سيدنا عمر قدم العباس كما كان النبي يحترم ويحب العباس لأنه هو سيدنا العباس شؤال إن القوم يا ربي توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك سبحان الله العظيم شو بيقول الحافظ يا أحباب ابن حجر يستفاد من هذا الحديث جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاح ممن ترجى بركته هذا ما قاله الحافظ في فتح الباري عقب هذه القصة قال ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة فبجوز يا أحباب أنه نتوسل بالصالحين ونتبرك بآثار ونزور قبور فهذا سيدنا الشافعي رضي الله عنه كان يتوسل بسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهما بعد وفاته وهذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد شو كان يقول سيدنا الشافعي إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره كل يوم يعني زائرا كل يوم رعى قبره لسيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في بغداد فإذا عرضت لي حاجة كان عندي طلب من الله صليت ركعتين وأتيت إلى قبره قبر أبي حنيفة وسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى الله أكبر يعني كان يخرج من عنده وقد حصل مراد الشافعي رضي الله عنه عن أبي حنيفة وعن الأولياء الكرام ملخص الأمر التوسل بالأولياء والأنبياء جائز بالإجماع يدل على ذلك يا أحباب نصوص من القرآن والسنة الثابتة ومن فعل الصحابة ومن جاء بعدهم فلا دليل لمن حرم أو اعتبره شركا اللهم يا الله يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا اللهم توفنا مع الأبرار اللهم يا الله استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لقاؤنا إن شاء الله في الدرس المقبل والسلام عليكم وبرك الله فيكم ولكم اللهم بحق الأنبياء والمرسلين وبجاه الرسل يا أرحم الراحمين وبجاه العلماء العاملين إنا نتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا أن تفرج عنا وعن المسلمين وأن تشفي مرضانا وأن ترد علينا غائبنا اللهم يا الله يا الله زدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته